صحيح عمال يمكن القول أن التطورات على هذه الجبهة بالنسبة إلى المواجهات لا ترقى إلى المستوى الترقب الكبير والتوتر الكبير بالتصريحات السياسية والتهديدات بشأن هذه الجبهة هنا في جنوب لبنان يمكن القول أن أيضا عادت حركة نشطة للطيران الحربي الإسرائيلي بخرقه السيادة اللبنانية وفوق الأجواء اللبنانية أود أن أبدأ بآخر التحديثات أيضا منذ بعض الوقت حيث نقف هنا في مرجعيون أيضا رصدنا قصف مدفعي على أطراف بلدة كفرشوبا من المواقع الإسرائيلية إضافة إلى ذلك أيضا كان هناك غارة على منزل في بلدة حولة إضافة أيضا إلى قصف مدفعي على أطراف رب 30 وأيضا بلدة لعديسي هذا بالنسبة إلى وضع الجبهة هنا إضافة أيضا إلى ما أعلنه حزب الله أيضا منذ بعض الوقت أنه استهدف موقع ميسكاف عام وأصاب على أجهزة التجسسية فيه هذا الاستهداف أيضا الذي أشار إليه الحزب أحدث حرائق في محيط ميسكاف عام في الجليل إضافة إلى ذلك كان هناك اليوم زيارة مهمة لرئيس حكومة تصريف العمال اللبناني نجيب ميقاتي وأيضا قال كلام بالنسبة إلى 1701 وأكد على ضرورة تطبيق هذا القرار وكذلك دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة وأيضا تطبيق القرار 2735 وقال إن خيارنا هو خيار السلم ونحن دعاة السلام وقال إن الحكومة اللبنانية تقوم بواجباتها وأن المقاومة أيضا اللبنانية تقوم بواجباتها وهدفنا هو حماية لبنان بكل ما للكلمة من معنى إذن وأثناء بث هذه الرسالة أيضا نسمع صوت قصف مدفعي على خراج بلدات كفرشوبة يتردد صدى هذه الانفجارات هنا في سأترك الكلام ربما للصورة نحن نشاهد بالصورة هي بلدة الخيام التي كانت أمال تعرضت مرارا وتتعرض لقصف إسرائيلي سواء من المسيرات أو قصف مدفعي بهذه الأثناء منذ قليل دو أصوات انفجارات في هذه المنطقة هي ناجمة عن قصف مدفعي على أطراف بلدات كفرشوبة إضافة إلى ذلك أيضا لم يبرح طيران الحربية الإسرائيلية اليوم الأجواء اللبنانية وحلق بشكل مكثف في سماء المنطقة في الجنوب اللبناني إذن هذه هي الصورة ترقب كبير هنا وإن يمكن أن نجز لنقول أن وطيرة هذه المواجهات وطيرة هذا التصعيد قد انخفضت في الأسبوع الماضي وصولا إلى اليوم شكرا لك رامز سنبقى معك مترقبين لمنصوب هذا التصعيد انخفض أم ارتفع شكرا رامز القاضي من مرجعي